لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس بلمانية تونسية تصف الغانوشي بزعيم الإرهاب في تونس وتدعو لهذا الأمر تقترب أحداث الساحة السياسية التونسية منطل صفحة حركة النهضة الإخوانية بعد خروجها من الحق والقبض على قيادتها بإغلاق مقرتها وخروجها من المعادلة السياسية واعتقال زعيمها وإعلان حظر أنشطتها على الأراضي التونسية وتقول النائبة التونسية فاطمة المزدي التي عرفت بمعادتها لدمغضة وكل فروع الإخوان المسلمين أن صفحة الإخوان اتهت في تونس منذ أن انطلق مسار المحاسبة وصف زعيم التنظيم راشد الغانوشي المسجون حاليا في قضية التأمر على أمن الدولة في زعيم الإرهاب في تونس كما وصفت فاطمة المزدي في تصريحات لها أبنها ضيخوانية في حركة متصلة بالإرهاب قائلة ننتصر تصنيفها إرهابية وحلها نهائيا خاصة أن جميع قيادتها حاليا يقبعونها في السجون بتعمل التأمر على أمن الدولة وعلى الأمن القوموي وارتباطها بملف تصفير للإرهابيين إلى بقر التوتر فحول قضية التجهيل الذي يتضمى الحوار ضرب أن الغانوشي مع الرهابي تونسي قالت المزدي في عام 2017 تبعت مؤتمر صحفيا على قضاء النقاب أمني وكنت شاهدة على ذلك وكشف حينها فحوى هذا الفيديو الذي كان يجمع الغانوشي بالرهابي تونسي في سوريا وأضافت أن التحقيق الآن يجري في هذه القضية مع الغانوشي ليكشف مدى تورض هذا التنظيم في الإرهاب مشيرة إلى أنه لم يعد بمكانه الآن تقديم شهادة طبية للتهرب من التحقيق مثل ما حدث سابقا يسكر أنه في 20 شباط الماضي مسأل زعيم الإخوان قد تونسي رشد لغانوشي أمام قاطع التحقيق بقضب مكافحة الإرهاب بشأن ما ورده في تجهيل يتضمن حوارة دارة بين وبين عناصر من تنظيم عنصار الشرعية الأرهابي وانصار الشرعية والتنظيم محزور في تونس اختلق قيادين اليساري شكر بالعيد والقوم محمد البرامي عام 2013 وتربط هيئة الدفاع عن شكر بالعيد والبرامي بين انصار الشرعية وحركة النهضة وتؤكد عن تنظيم الإخوان ضلع في جريمتي الاغتيال حيث تم فتح تحقيق مع الغانوشي حيث لا تقدم نيابي أمني بشاقة ضده يقول فيها انه يمتلك تجهيل للقاء بين غانوشي وقيادته من انصار الشرعية الأرهابي ترجمة نانسي قنقر